السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 23 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 8.14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الأحد 24.12 لينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 55 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو غيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الثور اليوم فجميع الأوراج اليوم بسيطر عليهم بعض تأثيرات هذا البرج فمنصبح أكثر حذرا من ميلة حماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على نفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو قضى وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول حدث رح نتكلم عنه وهو تراجع عطارد اللي إله بيتراجع تقريبا يعني فترة عشر أيام كان يتراجع في الجدي الآن بده يبدأ عملية التراجع من الجدي للقوس وبده يكمل بتراجعه لغاية يوم اثنين واحد عملية التراجع اليوم يعني انتقاله ودخوله لبرج القوس رح يكون الساعة ستة وسبعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر موجوده أو وجوده في برج القوس متراجع لغاية الساعة ثلاثة وسبع دقائق من صباح يوم اثنين واحد طبعا الحلقة الكاملة وتأثيراتها على جميع الأبراج بالفترة القادمة اللي هي فترة تقريب العشر أو احد عشر يوم القادمات موجودة على القناة بيتراجع تشويش على حركة الاتصالات والمواصلات وبتزدحم الطرقات وبتتعطل المركبات وممكن تقع حوادث على الطرقات أكثر من المعتاد وبتضيح حاجيات في البريد أو بيتأخر وصولها منشعر أيضا بالتشويش في أفكارنا ومنجد صعوبة في اتقاذ قرار حاسم وغالبا بتكون غير متزنة فترة تراجع عطارد هي فترة سيئة لأي خطوة جديدة وإلها أبعاد مثل يعني ما بنصح فيها لأنه إلها أبعادها السلبية مثل خطبة أو زفاف أو افتتاح مشروع تجاري خلال هاي الفترة ما بتستقر الأسهم في البورصة ومعها أيضا أسعار العملات وممكن تتغير فجأة من سعر أدنى لسعر أعلى أو بالعكس ودونما يكون في أي سابق انذار أكثر الأشخاص اللي يجب عليهم الحذر هم وليد برج القوس والجوزاء والعذراء طبعا الجوزاء والعذراء لأنه هو كوكبهم والقوس لأنه رح يتراجع عندهم فعشان هيك بنصحكم تسمعوا الحلقة الكاملة وتأثيرها على جميع الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكونن بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذوا فيها الآخرين كثير دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هاي الأعضاء طبعا ما بيجوز أن نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن أخذ علاج مراجعات طبية بعض الفحوصات ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلهجي بما أن القمر موجود في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون صباح يوم الأحد 24-12 بيبدأ خلو المسار ساعة 6.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة 8.14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجوزة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر يعني بده يبدأ الآن انحسار المكتمل عمره 11 يوم في تمام الساعة 11.43 دقيقة ظهرا بصير 12 يوم نسبة الإضهاب تصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 70% القمر في الثور حتى يوم 24-12 منتح سلهام بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 50% ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 60% عطارد في القوس بيتراجح حتى يوم 21 منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيدة بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالجوا اليوم استحقاق مالي أهم مش إنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمع خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأهم إنكم تتفاعلوا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة وبتتشجع لمواجهة أو مواجهة الواقع الصعب اللي بتعاني منه ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم يتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم ويعتبر هذا اليوم من أسوأ أيام الشهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته لا تبقى وحيد لأن الظروف واعدة بتعطف وأيضا بتأيد تحركاتك وممكن تفرح بدعم من جهة ما الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة اليوم على المستوى الاجتماعي فحاول تستغلها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين لا تتذمروا من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة ولا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد وبتنجحوا في مسائل بتتعلق بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيصل خلال هالحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاكم وبعض موليد برج العذراء يعني عندهم مواضيع سفر محتملة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي إلى وصلها بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لأتهديت الأجواء وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهمش أنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها وممكن تنشغل بمعاملات وأوراق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم اتجنبوا الانفعالات اللي ممكن تخفي عداوي لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك رح تكون أنت الخاسر خصمك قوي وشارس خلال هذا اليوم وأنت طاقتك ضعيفة وبرضو انتبه لصحتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه في عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تنظموا جدول غذاكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة لا تلتهوا وبأي شيء من المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا ردت النتائج المرضية فترة مثمرة وسعيدة ممكن تطلق نتائج لجهدك السابقة أو تنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شنو ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لأحباكم تنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ابتنشغلوا بمسائل عائلية اليوم أهم شنو ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك وحاذر الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما بعض موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم بعض التفكير يا بسفر يا ارتباط يا وعكي صحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للقروج بنزهة قصيرة وبرضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم إشي أنه حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حاصل نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعذار وبتتمتع بالنشاط والحماسة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء